اشتركوا في القناة ومحدش هيقدرك ويشيلك في عينه إلا اللي قلبه عليك وبيحبك بجد لإن الحياة مدرسة بتربي وبتعلم أهلا وسهلا بحضراتكو في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فكرة فكرتنا الأولى هتكون من محافظة الأسكندرية واللي هنشوف فيها أسماء ضحية الخلافات الأسرية أسماء سيدة استغسط بينا وقالت جوزي خدعني وخطف بنتي الرضيع بعد ما وعدني يحل كل المشاكل اللي بنا وإن البنت دي مريضة ولازم تاخد علاكها ورافض يخلي الأم تشوفها هنعرف منها إلا حصل بالزبط ولجوزها عمل معها كده فكرتنا التانية هيكون ضفنا فيها فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوئي واحد من علماء الأزهر الشريف واللي هيكلمنا عن فضل الصادقة الجرياء ودورها في فك الكروب وشفاء الأمراض وتيسير الأمور ودور مؤسسة فعل خير الخيرية في حفر الأبار وبناء المساجد وتوصيل النياه ومساعدة الغير قدري هنبتدي حلقتنا بسم الله حيث أتكلم في موضوع يمكن أثار الجدل جدا على السوشيال ميديا وبين أطراف زكيمة كبيرة الفترة الحالية فيه نقد حيث نعرف يعني إيه مفهوم النقد أستاذ لما يبقى النقد الفني عند عدد كبير من نجوم الفن زي في مشكلة حصلت بسبب النقد الفني ده أزمة الدكتور أشرف زكي نقي بالمعنى التمثيلية والناقد الفني أستاذ طارق شينناوي لحصل من أستاذ طارق أن أستاذ طارق طلع وانتقد الفنانة روجينا بعدها فجئنا بقى أنه أقام دعوة ضد أستاذ طارق دكتور أشرف زكي أقام دعوة ضد أستاذ طارق لأنه أعتبر اللي هو التزم بيه وكتبه ده اتهام ليه ولزقته ناس كتير قالت أن ده مش نقد فني وأن اللي حصل كان فيه بعض من التجريح وناس تانية قالت أن ده كان عبارة عن نقد علشان كده كان لازم تكون معايا واحدة من أهم مؤجر النقاض الفنيين في الوطن العربي واللي هتفهمنا الأول وتعرفنا هو النقد ليه كواعد يعني لما أجي أنقض عمل فني ليه كواعد وإمتى يبقى الكلام في النقد مش نقد وخروج عن المسموح رحبوا معايا بالنقدة الفنية الأستاذة مجد خير الله مساء الخير أهلا مساء النور من شرفاني ومن وراني الله يخليك يا حبيت أهلا بيك أهلا بحضرتك يعني أنا في البداية أصك في شخص حضرتك جدا الله يخليك فحبيت أنسب ليك الأسئلة دي وإنتي ترد هو ناقد لما ينكت شخصية في عمل درامي أم شخص في ذاته يحك لي ده ولا لا بص يا حبيت بلوقتي الأستاذ صار إشتناوي بما أننا نحن بيتكلم عنه ده راجل له تاريخ كبير يعني ويعرف تماما الفرق بين نخض عمل فني أو فنان داخل العمل الفني والتجريح أو كلام السبب فأنا يعني إيه أسك أنه هو تطرق إلى أشياء تفعج أما مسألة رجيلة ممكن يكون هو رأيه أنها لم تكن مؤفقة في مطلسلها آه واخد بال حضرت آه ويحق له أنه يقول كده ويحق لأي حد تاني يقول على أي حد تالي أن البولندا أخذ فرص لا يستحقه مثلا هنا ده نقد مش تجريح طبعا لأنه مش بيتكلم عليه وما بسأل حد أعد في الشارع ولا أعد في كازنه وهو رمى اللي تلتوا عليه لا ده بتكلم فيه عمل فني شفناه أو شافه وشايف أنه فلان دا أو فلانا أخذ فرص كتيرة واحدة فيه والأخرى ولم يحقق نجاح ممكن يتنجح حضرتك تبعتي وقال إيه بالزبط بصي حد ممكن فنان ينجح جدا بأنه يبقى ضمن مجموعة في عمل فني أي واخذ بالك يبقى الدور التانية دي حاجة كبيرة جدا بياخدوا عليها أسطر أحسن ممثل دور تيجي طبعا بحاجة كبيرة جدا يعني طبعا فنانين كبار مش عيب أنه لكن لما يقفز إلى الدور الأول وهو مش مؤهل أو مش مؤهل ممكن ما ينجحش زي زي ناس كتيرة جدا ما نجحتش طب من وكية نظرك دكتور أشرف زكي كان محك في زعله لا أنا شايفة أنه هو يعني إيه بالق في زعل يمكن أولا لأنه هو نقيب الممثلين وشايف أنه عليه أنه ما حد في زعل أي ممثل طبعا ده مش دوره يعني دور النقيب والحاجة التانية أنه هو زوج الفنانة رجينة فطبعا ممكن يعني غيرت راجل على زوجته بالزبط كده وده أعتقد الموضوع مهما وصل للخضاء هيمتهي إلا ما فيش ما أن ما فيش حاجة تقول أن الناقد عليه أنه يشكر بس أو يمدح بس يش حدث معها كده واخد بالك وإلا ده ما يبقاش اسمه ناقد يعني ومن حق الناقد أنه يقول فلان كان موفق أو غير موفق في العمل الفني لكن لو تناول حياة الشخصية بأي شكل أنا شكلها مش عجبني أيوة ليه عملت كده كانت قاعدة في حتة كل ده خارج النقد الفني ويعني إيه اختحام للحياة الخصوصية ويستحق أن لو أساء يتعامل له قضية ده حقيقي يعني إنما طالما بنحب بيتكلم فلان داخل عمل الفني مهما قال عليه ما كانش موفق ما كانش كذا كان مش مناسب للدور كذا 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 هو يعني ده ده رؤية طيب هنسيب موضوع الفنانة روجينا خالص وزوجها النقيب أشرف زكي هنتكلم عن عنوان المال أم النفوذ أم الموهبة هل ده عنوان يصلح لنقد عدد من الفنانات ولي تاني المال أم النفوذ أم الموهبة ده عنوان المقال لأستاذ طريق الشناوي ده عنوان جميل جدا ومثير جدا لأن فيه ناس بتشتغل بفلوس أنا بحب حضرتك جدا والله يبقى من أفعل بحب حضرتك جدا تكلمي جدا تفضلي يعني لأن فيه ناس بتشتغل بفلوس ناس أرعي بها أخواتها أزواجها كده ومفهودة يعني ده مسألة معروفة وفيه ناس بالنفوذ وفيه ناس بالموهبة وفيه ناس على البابا الله يعني بيجربوا يعني فإيه المشكلة إيه المشكلة في الأنوان يا مشفهمها ده التوخيص ذكي للحالة يعني طب في وكهة نازل حضرتك مين اللي بيكسب مين اللي بيبقى أشهر وأنجح والأكثر السمرارية مين 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 ومين المال ولا النفوذ ولا الموهبة مين اللي في الآخر بيكسب الموهبة بلا كلام الموهبة بلا كلام هو بمناسبة إن احنا بنختفر بعد الإنان حمسين ستين سنة سنة ما يعني هو كان دخل بفلوس حد اطلاقن اطلاقن لا إلا الموهبته هي اللي خلقت منه أو جعلته نجم النجوم لمدة حقيقة فوق نصف قرد والبلاد العربية بتحتفي دي الموهبة هي اللي خلت الدنيا كلها تقف لميرلستريب وهي بتاخد السعفة الزهبية مم واخد نبال حضرتك اللي أبقى هو الموهبة الأبقى إن عبد الحليم مايك بقرب خمسين سنة ولسه الناس بتغني أغنيه بتعتبر إنه هو أهم مطرب في العالم العرب طيب لو هتكلم مع حضرتك مين الفنانة اللي بتشتغل دلوقتي وبتبقى شايلة بطولة مسلسل تحب تقول لها لا اشتغل على نفسك أكتر إن تيجي منك والله هو طلع في الوقت الأخير مجموعة من الفتيات والشباب برضو عندهم موهبة وأزماته وجودهم بس يحتاج الأمر إلى مزيد من العمل عشان ما تبقاش النجاح مرة وخلق يعني أنا عجبتني أثناء جلال عجبتني جدا سلمة بوديف جدا أيو وطبعا وطبعا بتعجبني دينشفر ديني حقيقي التلاتة كل رغم إن فيه واحدة سابقا ومليا دينة يعني لكن برضو أنا بشوف إنها دايما في حاجة إنها تشتغل وده مش نصيحة وش مونزكي رغم تاريخها ورغم إنها مجموعة يعني لها توق لكن بتسافر كل حين وبتاخد ورش مدركة إنها موهبتها لازم يعني الذهب أو فيله بتجي تجليب من حل آخر موهبة الإنسان كده لازم إن هو يشتغل عليها ويخليها في بريق دائم يعني ما يرتنسي أو يعتمد على إنه نجح مرة أو مرتين أو حتى عشر طيب فنانة مونزكي بتعمل عمل أو بتستعد إن شاء الله لتقديم سيرة ذاتية لكوكب الشرق الست مجلسون سابقا قدمته السيدة صابرين فنانة الجميلة اللي بنكن لها كل اللي احترام وعملته والعمل ده كسر الدنيا شايفة ده ازاي شايفة أن دي يعني مشألة فيها خطورة يعني أفشع أن أي حاجة خاصة سيرة ذاتية عندنا إحنا في الحقيقة يعني يبقى فيها صقوبة في التصديق لأن انت بيحاولوا أنهم يطلعوا هذا الفنان أو الشفاقية المعروفة ملاك بجنح ما عندناش فكرة تقديم السيرة ذاتية يعني كل جوانب الإنسان وبما أن فعلا مقلسوم كان عمل ناجح جدا جدا والناس شافته وتبعيته لأن مقلسوم ما كانتش لوحدها كانت يعني حواليها جيل من العظماء حقيقي المسلسل قدم هذا الجيل من العظماء العرامي والعظامي وبرضو كان نفس الأداء ده والنجاح ده اللي كان في الشرع المصري والعالم العربي الشيخ محمد متولي الشعر وحسن يوسف لما عمل أنا بكلف أم مقلسوم سعاد حسني مسلسل سعاد حسني عملية الفرنانة منازك وما انجح دلوقتي فأنا بقول حبيتك بأخشى أن الناس لا تتقبل عمل إضافي أو عدم عمل جديد عن أم مقلسوم لأن زي ما بقول حبيتك أن مسلسل اللي قدمته عن عم محمد عليه يعني كان تعرض لكل جوانب الشخصية والعالم المخيف ديها وأسباب تقلقها وحتى تعرض للثورة ثورة 23 يوليا وعلاقات المكسوم يعني المساهل كان شامل جدا كان مسلسل شمولي بالضبط كده فأنت تقدم عصر كامل من العبقرة فأنا معرفش طبعا الساكل الجديد اللي هيقدمه أو بجي أنا عندي تخوف أن ده أولا التكليم الجسماني لمونة ذاكي مختلف مهما عملنا مكياج وبتاع وبتاع يعني ونفخنا فيها مش هتنفع يعني محبتهوش باتاتا محبتهوش باتاتا إيه اللي ما عجبش حضرتك فيه بكل حضرتك عرفتي أن هم يعني احتفلوا بنجاحه في الأيام الأولى من من وزهور وعشي يا ربي احتفلوا بنجاحه في العمر المتحدة برضو ما عجبكيش ما عجبكيش يعني في الأداء كسرت لا هي يعني الجرعة كانت مظبوطة يعني لا لا ما بقول لها حضرتك المعجلة يعني محتاجة المسلسلات الأخيرة اللي عجبتك لمية عمر قبل الأفوكاتو ولا حاجة شكرا أستاذة مكتزك مكتزك خير الله طيب لو هكلم حضرتك على صفحات السوشيال ميديا اللي بيبقوا عاملين نفسهم نقض بتشوف رأيهم إيجابي ولا فيه آراء بتعجيبك منهم ولا فيه آراء بتحسيها لا بأي كلام طبعا فيه آراء كثيرة جدا بأي كلام وفيه ناس بالعجس الظريفة يعني ومن حق على فكرة من حق النقل سواء نقل بيكسب أو نقل بيقول رأيه يعني قدام الكاميرا إن هو يبقى ساخر يختار الأسلوب اللي يقدم دي واخد بالك مش عشان حد يساخر لأن السخرية دي أسلوب إن احنا نقوله لا إنت مش تجاوزت أو حاج طيب هم بيطلقوا على نفسهم نقاط بتشوف اللقب ده في مكان الصحيح معهم أيوة طبعا في المكان المصطحيح كثير منهم بيلقوا فعلا وعنده أساسيات النقل وعنده رؤية وعنده وجهات نظر نورتيني وشرفتيني نقضة الكبيرة مجدى خير الله يمكن أكثر ما يميز هذه السيدة وقفها عند رأيها ما بتتحركش هي قالت عند انها المسلسل ده ما عجبنيش تتولى الايام تقول المسلسل ده ما عجبنيش عند زميلة أخرى أو زميل آخر أو أي رأي ما بتكذبش أرقها وده مهم جدا في بعض من الشخصيات تكذب أرقها فيجي ولك لأ أنا ما قلتش كده فدي من الحاجات اللي أنا يعني بعتز كنا سيدة مصرية بتمتهن مهنة النقض الفني دي النقض الفني ده عارف اللي هو إيه مرائب الجودة يقولك الحتة دي زادت شوية لو قلت تبقى أحلى يبص على الحاجة وهي جاء من بعيد الشخص ده هو بيبقى ألارمي لي طور من نفسك اشتغل على نفسك انت في يوم الأيام هتبقى حاجة مهمة لو الشخص ده استجاب فعلا هيبقى حاجة مهمة حقيقية النقض الفني عندنا في مصر ليه معاييره ولكن هم بلايه ان القاد الرياضيين بيبهدله بتوع القورة والله يعني ممكن النقض الفني خلوك ومؤدب مهما تجاوز الأمر يعني أنا وعرضت عليكم أستاذ طرق شدنا وقال إيه الأستاذ شاكرين روجينا ممثلة موهوبة ولها ستايل آخر حضور مؤثر لها في البرنس سنة 21 دور فدوى حققت نجاحا طاغيا في الشارع حل اسمها رابعا على التتر بعد محمد رمضان ونور وأحمد زاهر إلا أن الناس حفظت لها اللزمات ورددتها ولا تزال كنت أول من أشار إلى موهبة روجينا قبل 30 عام يعني هو قال لا أنت هتبقي نجمة منه هي لسه في بدايتها مع أن كانت في مسلسل العائلة وكانت مشروع نجمة قادمة في التلفزيون والمصر حول السينما شكرا أستاذ يعني هو ده اللي حصل يعني أنا حسة أنه ما ينفعش الفن يوصل لأبواب المحاكم طيب تعالوا ناخد فنان آخر أو مطرب حاضر هتكلم حاضر تعالوا ناخد مطرب المهرجانات عسام صاصة في الحقيقة يمكن عسام حصل معاه موقف كان صعب جدا وخاصة أنه كان في رحلة صوت آه مش هنتحك على بعض عسام في آخر فترات كان بيظهر على التلفزيون رغم اللي هو غير معتاد الظهور كان بيظهر في برامج الهارد توك شو ويقعد ضيف وكان بيتقله كده وكاتم الأسئلة اللي بتسند إليه أنت إزاي عامل الأرقام الهيلة والكبيرة دي على منصات الاستماع كلها كان بداياته كشاب بسيط جدا بيتكلم بطريقة معينة بازع المئين بازع المئين بازع الشيء من إيه نمنص حين لقين عسام في موال تاني خالص حدثة على الطريق الدائري يعني كان أمر خد عسام من حتة لحتة تاني خالص تماما الكل يتكلم في ده حتى أهل المجنة عليه يتكلموا وده حقهم ما فيش مشكلة نهائي إلا إن عسام ما طلعش ورد ولا تكلم صاحب الأزمة كان كتب بسط وأنا عرضته يمكن ياريت الزملاء يطلعوا مرة تانية لأن بالفعل أنا عرضته ظهر محاميين يتكلموا على لسان عسام إلا إن إحنا عرفنا بعد محاولة بحث إن الأستاذ الأستاذ المحامي معنا يا سفزة أستاذ محامي الفنان عسام سفزة معنا أستاذ الدكتور محمد حمودة عرفنا وتأكدنا اللي هي القضية أسندت له اسم كبير جدا 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 توصلنا معاه علشان يفهمنا أو نعرف ملبسات الموضوع ولو أي مواطن عادي مع عسام ده في الأول في الأخر مواطن تعرض لأزمة زي دي بيبقى شكل القانون فيها أو وصارها القانون إيه مساء الخير مساء الخير منورني يا دكتور ومنور قناة صدى البلد مرسي لحضرتكم مرسي لقناة في الحقيقة إحنا يمكن حاولنا وبحثنا وتأكدنا إن حضرتك المحامي لقضية عسام صاصر يا حقيقة لأن إحنا قرينا تصرحات من بعض السادة المحميين وقرينا ببعض المناوشات وفي الآخر مع التطقيق والبحث وجدنا إن ده كله كلامه خلاص حضرتك أنا عايزة هنتكلم أنا وحضرتك عسام لما جالك قال لحضرتك إيه في الأحدى الشخصية بينك وبينه كان الآن كان حاسس إن هو يعني خلاص إنتهى مصيره وإنتهى مستقبله بصي حضرتك تفضى عسام أرسل لي أخو ووكالة وأصدقاء ودول كتير جدا هو له شعبية كارفة وده يمكن من الحاجات اللي ربنا بيهبها للناس إنه يبقى إنسان زي ما حضرتك قلت ليبثل شريحة طيبة جدا من المجتمع وهي شريحة إنسان بسيط من مكافح يقدر ينجح والناس تحبه ويجمع حواليه مجموعة كبيرة من المحبين لإنه إنسان طيب ومقي للغاية ولكنه كلمني في كليفون وزوجته طبعا طلعت التصريح بتاعها إننا المحامي الوحيد لإن كان كل واحد يطلع يقول يتكلب على الإسان وهو ما ما تكلمش لسبب الواقع ليس فيها كلام هو فيه أصدق أصدق مجني عليه سواء المجني عليه كان بيعبر الطريق الدائري بالليل هل عبر الطريق الدائري ده صح الكلام ده كله في إيد القضاء والقضاء يقول رأيه ولكن فيه مجني عليه فيه أسرة عندها برضو متوفي كل الكلام اللي تقال كدب بقى من إذا هو عرض فلوس خمسة مليون جينين كلام كدب كل فإن الكلام لا أكثر لهم الصحة واللي بيقول الكلام ده سيحسب قانونا وعليه أن يقدم التليل على صحته لا هو العصام لا تكلم وإعصام متقلم عشان فيه متوفي هو غلطان ولا لا القضاء يقول رأيه والكاميرات هتقول رأيها والنيابة العامة نصق بالنيابة العامة ثقة عمياء نصق في القضاء ثقة عمياء نصق ثقة كاملة إن الحق هيبان والغلطان سيعاقب وإذا ما كانش غلطان لن يحاسب وإذا كان أما قصة إنه هو عرض فلوس وعرض خمسة مليون هو محلتوس لخمسة مليون كثير محمد أنا عايز أقول لحضرتك إن في رواية كمان إن اللي بوز الصلح والتقاضي بالفلوس زقته لا كلام مش حقيقي فإن كلام بقول لحضرتك لا هو عرض تصالح ولا زقته بوز التصالح ولا حد تواصل معا كل كلام هشرحه حضرتك بإطلوب محترم لإني أنا باحترم القناة واحترم برضو المجتمع نورتيني تفضل الحديث عن القضية نفتها زي ما قلت حضرتك ده في إيد القضاء والنيابة العامة وأنا لا أتقرع أن أتكلم على حاجة ودي معانية طبعا اتفضل ولكنني أصدق ثقة عمياء في عدلة القضاء وعدلة النيابة العامة وإن التحقيقات تثبت من المخصئ ومن اللي مش مخصئ وهل ده خل خطأ للمجني عليه ولا خطأ للجاني والكلام ده كله أما بقى الانتعاءات الباطلة بإني كل واحد يقول أنا محامي أو محامي البجع عليه وهو اتصل بي وعرض علي وذوقته قالت لأ على كل من قال هذا أن يقدم ثمت دليل على صحة ما قد قاله أما الانتعاءة ده بيتقال لي عشان يسيروا الرأي العام ويوضحوا أن ده راجل مجرم وعرض التصالح ويدفع خمسة مليون يبقى هو قبل ما المحكمة تحكمه يتحاكم من الرأي العام أنه هو مجرم وأنه هو راجل بيعترف بغلطه وأنه راجل بيقول أنا راجل مجرم وراجل عايزة تعد في الكلام اللي أرناه من محامي أسرة المجد عليه وذا كلام مرفوض تماما كلام لم يحدث لم يقول أصام هذا الكلام عن الإطلاق لم يتحدث مع إنتان تحدث معي أنا فقط وكلامه معي كان يا دكتور الدية الشرعية أن نستفعها لله ولكنني حضرتك أرجو أن تطرق الموضوع للقضاء وللكاميرات وللتحقيقات وللشهود ولو أنا مخطئ يا فندم أنا مستعد أن أتحمل خطأي لكن له وحلته خمسة مليون ولا أربعة مليون أنا لولا اللي خلاني قبلت القضية سألني لمعدة تحضرتك الدكتور بحمد حمودة يعني أو كان مبارح حتى أحد حقيقي سألنا حضرتك سؤال دكتور بحمد حمودة يقبل قضية لحد قلت له لا لسبب واحد قال لي قلت له آه لما عرفت أنه هو وقف وقف وطلب عربية الإسعاف وطلب النجدة ومجريش وكان يبتي على اللي فيه إنسان قدامه واقع في الأرض سواء الإنسان ده كان بيعبر الطريق مرة واحدة تحصل مع أي حد فينا أن حضرتك وانت سأل عربية على الدائرة تلاقي واحد تلاقي قدام كبارها واحدة آه 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 لكن وقف عربيته وطلب عربية الإسعاف وطلب النجدة ومهربش ومجريش الكلام ده كله خلاني لما عرفته مع كمية الشعبية الجارفة والناس الكتير أو اللي بيكلموني والنبي دكتور دغل دان تبني آدم مكافح تبني آدم زينا اعتمد على نفسه لطلع في بقهم على أدهب ولطلع وخدي بال حضرتك إن أنا بأيد جدا الناس دي اللي بتكافح عشان تخلق نفسها وبكره أي حد يحاول يهدمها لمجرد وجود خطأ غير مقفوط أو عدم وجود خطأ ونحمله ككونه الخطأ طيب بالنسبة والله يا فنم أنا بيكلمني في التلفون أنا لا أسأل موكلي أنت فين يعني هو ليس هارب أخص بالكلام يعني أنا معلوماتي يا فنم أنا معلوماتي نفس مصر كان في مصر هو فين بقى حضرتك فنم دي معلومات أنا معرفهاش يعني هو في مصر وأنا لا أتجرأ إن أنا أسأل موكلي بيكلمني أقوله أنت فين دلوقتي هو أنا بعمله كمين هو أنا محامي ولا الضابط بعمله كمين لا طبع محامي يعني نبقى منطقيين اتكلم مع حضرتك ما بين ان فيه ناس بتدين الحدث وفيه ناس بتقول يا جماعة ده منطقي وجائز ويحصل التضارب ده ما بيبقاش في كل وقاء الحوادث الا في حوادث السير اه لسبب واحد اتفضل لان القتل الخطأ في الاسلام ليس عليه عقوبة وانما دية فقط ودية وفقا للأظهر حضرتك 35000 جنيه حضرتك راجعي الاظهر الشريف ده خالد الوقت الاظهر وللهم الدية هي كام كيلو فضة والكيلو الفضة بكام تحليها حضرتك ماكسموم 70000 جنيه دلوقتي بعد ما الفضة غير هي دي الدية الشرعية المحددة وفقا للاسلام بل ان ابو حنيف النعمان طب تعدى في هذا وقال ليس القتل الخطأ فقط الذي لا يجهز العقاب وانما القتل متعدي القفض اللي هو الضرب الامضى الى موت ولكن الدية تشدد فيل الضعف بقى القتل الخطأ دايما مفيش قفض جنائي مفيش نية مفيش اتجاه مبالك بقى اذا كان احيانا في حوادث السير وده الغالب بلزبت فوق الـ 95% انا خدت اغلب الابايا انت عادت بتاعت الرأي عن في هذا الموضوع ايوه اتخدر ايوه 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 اغلب حوادث السير بيبقى خطأ المجني عليه مستغر القطب اللي خطأ التاني يعني ايه؟ يعني القانون في احكام النقد بتقول ان نهر الطريق هو ملك خاص لقائد السيارة فمن اقتحم عليه نهرة ثم لاقى حكسة فان خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ التاني يعني اي حد حضرتك كنت يساعد عربيتك تلاقي مرة واحدة واحد بيعد الشارع قدامك يبينك عربية وشبالك عربية ما لحديش تتفادي انت ماشي بسرعة طبيعية روح تخطى مال اتحقن ولا مش حقن بتحصل ولا بتحصل تحصل طبعا اهي حوادث السير دايما فيها لدت تعد فيه بقى حاجات اه خطأ واحد ماشي بسرعة بجلولية لا يا فنبت دا كان ماشي بسرعة طبيعية جدا الكاملات تثبت السرعة بتاعته كانت السرعة المحددة قانونا الكاملات هتوضح هذا الكلام السهود يوضحوا هذا الكلام ولكن دا ما يمنعش من تأثرنا تأثرا كاما ان فيه عندنا متوفي نود دائما ان نساعد أسراته في حدود عبدية الشرعية والقانون ولكن ما يعنيش ان احنا غلطنا وما يطلعش اوحامي ولا بعلان عليها خمسة مليون واحنا قولنا خمستاشر وامراته الكلام دا كله كده واخصى بالله العظيم كده اه فعلا اسمان الكلام دا فعلا اخصى بالله العظيم كده ولي بيكتم هذا الكلام سيحاسب عليه يعني هو معهش توكيل منه يا دكتور يا فندم ولا اي حاجة اللي يقول هذا الكلام يا فندم ارجوكي عليها ان يقدم اثبات وسنتقدم للنيابة العامة بناخ في هذا الشرع وطيب فيه ناس بدأت فيه تصاعد يا دكتور فيه تصاعد بيطلع بيتقال انه هو مخدرات ومش مخدرات وفيه تصاعد كلام دا يا فندم الكلام دا فتحيات لم اطلع عالتحيات بعد بعد ما اطلع عالتحيات حضرتك ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم هذا وفقا لقوانين العالم كلها معاقب عليه في القانون إلا جمالية الاصلة العربية اللي بيحكمه المتهم وبيحكمه المجن عليه من خلال الإعلام وليس من خلال الطباء ودي جريمة وأنا أرفض أن أكون مشترك في هذه الكريمة كدكتور وكرجل محامي المحاميين اللي أدعي أن أنا بفضل الله سبحانه وتعالى محاميين الكويسين في مصر في حسب من كتير لكن محاميين الكويسين في مصر أرفض أن أنا أكون شريك في موضوعه أنا بعاقب عليه نفسيا كل من يتحدث ملابفتها أمام الإعلام ألم بأنها منظورة أمام النيابة والقضاء نورتني وشرفتني دكتور محمد حمودة لا وحدك مش من المحاميين الشاطرين بس قد من المحاميين المتميزين والشاطرين جدا جدا نورتني وشرفتني إحنا بنتعب جدا لما بنوصل الأطراف يعني يعلم الله لسه هو ممكن دكتور دكتور محمد شهد للزملاء الإعداد أنه أنتوا قعدتوا دكتورة يعني حضرتك هتاخد قضية ما فيهاش وفيها 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 إحنا طريقتنا كده بنتحقق وبلطف وبنعرف كويس قوي إحنا نوصل الحقيقة بما لا نشوه أحد ولا ندين بها أحد هم تخصصين فينا من سنوات طويلة طيب تعالوا بقى ونروح لقضية اجتماعية هي قضية اجتماعية وأنا يمكن ذكرت قبل كده أنه في بعض حالات الخلاف الأسري الأمر ما بقاش اجتماعي بس بيروح بيك لحتة وحتة وحتة منين ما يخدك وبيروح بيك في أماكن كتير طول الوقت وإحنا هنا في البرنامج ده الحمد لله والفضل لله لن يرفع علينا قضية واحدة ما أسقناش لشخص في شخصه مرة واحدة نحن نسيء لتصرف لموقف وبيراوي تقع عليه العهد الحمد لله وده لإن إحنا كمان بنتحرق الدقة وده دمرنا المعنى وكمان عشان أكون صريحة معاكو أكتر أنا ما بعرفش عامل ده نهائي أنا بحفظ جدا على اسمي جدا طيب هنا السيدة بتشتكي عندها أزمة حقيقية أزمتها إن هي كانت زوجة تانية زوج قدم لها كل فرود الولاء والطعم وتعاهد لنا وحفظ عليها قلب الدنيا عشان يكمل الجوازة دي وكان بينهم الحب كبير بدليل إن هو تجاوز أزمة البيت الأول ولكن بعد كده الأمور تحولت وتبدلت كان إيه السبب تعالوا نشوف ده تعالوا طلعوا نشوف أسماء ونرجع عليكم مرة تانية يا إبقوا معنا شخص بيدرب وبيهين بيحط السكين على رقبتي أخوات بيقولولي أصلك معمول له أعمال هم بقش شايفك ما عنديش رجال اعتبرتها ماتت أو اعتبرتها مجلش هو علاقته بأهلك إيه زيكم عاملين إيه وخلاص ودخل بيتك من اللي قبله وحطي شروط الجواز والأيمة واجبوا إيه واجبوا ما تكتب ليش أي حاجة بسبب إن أنا ما كانش عندي حاجة أنا ما تكتب ليش أي ما ما تكتب ليش أي حاجة هو بيقول إن السيد اللي أنا بتشتغله بيبقى معاه فلوسنا بتحتكشل الراجل وبتشوفه إنه هو مش راجل وأنا هوريكي أنت مين وأنا مين ولو جدع صدي على اللي جاي وحلف بالطلق إنه هو طلقني وفي نص الشارع قدام كل الناس هننزل على بلدنا وساعتها مش رحا النهاردة حلقتنا في تفاصيل من محافظة إسكندرية هو فيها أم وقبل ما تكون أم زوجة قررت ليها تنفصل لأسباب خليتها تقولي الحياة دي مستحيلة وإنها مش هتقدر تكمل ومش قادرة تكمل مش بيها الوقت خلفت بنته واحدة كانت عايشة طول عمرها في الإمارات رين نزلت علشان تعمل فرحها وتفرح واستقالها والكلام ده وبعد كده رجعت تاني كاملات حياتها في الإمارات لأن دا شغلها وعملها من السنين فجأت إنها هي بتتطلق بتخسر كل حاجة قلت مش مشكلة المهم يعني نخلص بالمهروف وبنتي لكن كانت مع الحاجات اللي بتخسرها دي بنتها هنا وقفت بقى قلت لأ أنا مش هسيب بنتي هو لإمتى الست المصرية لما تيجي تنفصل عن زوجها تتساوم على ولدها هيفضل دا لإمتى يعني يمكن إحنا هنا في البرنامج دا بقلنا سنين بنقول لا والأهلام كله خليني أكون منصفة بنقول لا صحة ولادكو فإن هما يبقوا بين أب و أم ما يتحملوش فشلكو ونوروني يا اسمي منوريك أنت كاي من اسكندرية أم حكيلي كده عملتي فيديو أم طلعت كل في قلبك ولي شفتي وقلتي أنا لحد بنتي وكفاية أنا كل اللي عايزة بنتي أنت عرفتي جوزك دا إزاي أصلا من الإمارات أنا كنت شغالة أول ما رحت كنت راحة على همته كنت راحة الزيارة وبعدين قررت أن أشتغل هناك كابت لي فرصة شغله واشتغلت بقيت بدرس وباشتغل حلو كاسمه إيتي بعدين اشتغلت وكنت بدرس لسه كنت رسه في الكلية وتعرفت علي هناك كنت عايزة أحافظ على نفسي بكده وروحت مكان اسمه خورفة كان بعيد عن دبي بس المهم أن أنا كنت شغالة في شغلة كويس اشتغلت في شركة ودينج بلانر وبعد تقريباً أربع سنين أو خمس سنين من وجودي في الأمارات عرفته يعني أنا كنت موجودة قبل ما أعرفه قبل استقراري في الأمارات بخمس سنين حسين بس وعرفته كان يعني ما كانش فيه بيس كبير إن أنا أعرفه كنت عارفها بس من الأمارات وهو من مكان اسمه بيلا كفرشيخ أنا ما عرفهش عمري ما روحته محافظة كفرشيخ بس المركز طباحه اسمه بيلا أنا ما كنتش عرفه ولا عمري سمعت عنه لازم أنت ميسكندرية إيه تجاوزته في خلال ستة شهور خطوبتي كانت في أول تسعة إيه تجاوزت في شهر ثلاثة إنت تجاوزتي في شهر ثلاثة نزلتي هنا بعشان يتقدم لبابا وماما آآ آآ والإجراءات عادية جدا عظيم وماما بتشوف وقيت لك إن تمهل بلاش دي أسماء التفاصيل تبتفرق معي سامحيني قلني بلاش كل الناس قلت لي بلاش بس أنا كنت يعني كتت إيه لي وكت نظرهم بلاش أكبر مني بعشور سنين آآ كان إيه لي إن هما كان منفصل إن هو كان فيه زوجة أولا وإن هما منفصلين لإنما بس منفصلين مش طرق رسمي عشان عندهم هناك لما بينفصلوا الانفصال الرسمي البناتهم صغيرين لما بيكبروا مش بيتجاوزوا وبيوقف حالهم بسبب الطلاق بس بينفصلوا كده ما بينهم وما بين بعض يعني كان كل حياة كانت كدبي يعني كان كل حياة في الموضوع يعني هوا كان هاسموت يزوجة؟ أه في كفر الشيخ؟ أه من بلده أنا ما كنتش أعرف على حاجة وكان كل حاجة كان إيلي بالنسبة ليها كانت كدب وانا عشان معرف هوش وما نزلتش برده وما عرفش أي حاجة صدقت هوا كان شخص تاني خالص غير اللي أنا بتعمل معه دلوقتي يعني كان مباين حاجة تانية خالص يعني رغم أنا رفضت كتير وحاولت أبعد كتير وهو الشخص المتمسك اللي بيحب اللي بيبكي لكل الناس بمجرد ما أنا أقول له مش عايزة فقلت ده شخص بيحبني كده بقى فما خدي اللي بيحبك وهكذا بس من أول سنة جوز وأنا بقى بقى بطلب الطلاق اللي خلقته بتطلق بقى ورصيده عندك ينفس كده في سنة طيق لقيت شخص تاني خالص ايه هو التاني؟ شخص عنيف شخص بيضرب وبيهين بيحط السكين على رقبتي وبعدين يرجع يقول أنا ما كنت شوعي أخوات بيقولوا لي أصلك معمول له أعمال هوا ما بيبقى شايفك وكان بيبكي فبدرجة بوك هذا أنا كنت بصدق فمن أول سنة وأنا كنت باخد بعض بمشي وبطلب الطلاق وهم كانوا كلمة يقولوا لي إحنا ما عندناش طلاق إحنا ما عندناش طلاق فإزاي ما عنديش طلاق ما عندناش طلاق درجة ان هو أزل نفسه حتى أنا لما نزلت اسكندرية ورحت شققتي وطلبت الانفصال تماما وعدت جوه شققتي جاب يكسر علي الباب وهو بيكسر الباب اتقطعت شريان رجله قعد ست شور تقريبا كان عاجز وطبعا انتي اعتبرت ده حب برده وانتي السبب وانتي سبب في عاجزانه وهكذا فرجعت برده بس بعدين مفيش فايدا الموضوع بقى وصل لأزى بنتي إن بنتي مثلا عيادته هي بتاخد شاور البانيو اللي فيه الماء يتحدف علينا إحنا اللي اتنين البنت عشان مثلا هو بيتخانق معي فهي تعيادت خافت من الزعيفة تترمى على الأرض وهي ست شور يعني بدرجة ان انا روحت لدكتوري نفسية كلمت مع اوتها انا مش مريضة نفسية بس انا وصلة لحد اللي انا مش عارفة ااخد كرم مش عارفة عامل ايه ومش عارفة انفصل ومش عارفة عامل اي حاجة قيت انتي لو استمرتي مش هتكوني بتأذي نفسك بس انتي هتكوني بتأذي بنتك بنتك قد اي امرأة؟ وهو اخدها مني قبل عدميلادها باسبوع يعني بقى لها اديها قبل عدميلادها كان قامت؟ اربعة تاسعة اي تسعة اربعة بس اربعة اللي فده اه اخدها ازاي بقى لا شهر مفروض ان انا كنت في بلده على اساس ان احنا نحل الموضوع بالمعروف وهكذا وهو قريضي فريش كف الشيخ اه في بيلاد وهو قريضي فريش لي شقة هناك وانا قعدة بالبنت هناك بيجي اخدها اهلها بيشوفوها لان انا مش ضد ان البنت تبعد عن ابوها انا عايزة ده اصلا وانا عندي مسجات وقت الانفصال بتاعتي وانا في الامارات وانا بقول له حل الموضوع بالمعروف وانا هتنازل عن الخلع وخلي البنت ما بيني ما بينك انا واحدة اتحرمت من بابا وعارفة ما ده اهمية الاب في حياة البنت فوالله وعندي شايت بكل الكلمة انا بكونت بتحيل عليه فيها ان تعالى نخلص من النزاع ده وانا متنازل عن حقي وعايز تصرف على بنتك اوكي مش عايز انا كده كده الحمد والله شغالة ومش محتاجة بس خلي البنت ما بيننا فهو كان يقولي يا تجولي انتو الاثنين يا اما مش عايز كنتو الاثنين وعتبرتها ماتت او اعتبرتها مجالش عظيم الكلام ده من قبل ما ياخد قرار انه ياخد بنتك بقد ايه واحنا المشاكل بدأت من شهر سبعة اللي فات لغاية قبل ما انزل بشهر لغاية شهر واحد لانتو الاثنين لانتو لا لحد شهر واحد او بعدين خلاصت بالمعروف يعني هيبقى فيه ما بيننا المعروف وعشان خاطر البنت وانزلي وانحل الموضوع في البلد واللي هيتفق عليه الناس الكبار ليه انت تروحي بلده مش هو اللي يجي اسكندرية علشان الناس الكبار اللي هيحضروا من عنده هم اللي هم اللي هبتعوا الاعدادات العرفية مين كان هيحضر بماكي؟ الناس كتير اللي هي قريبه ان هم بيعملوا الاعدادات العرفية حكموا بايه؟ ما حصلتش اصلا الاعداد كل ده كان بيجذب قال لي اخويا جاله جلطة وتعالي نروح نزوره ودقصول ومعروف ومش عارفة اترمش كل صافي نية حضرت شنطة البنت واخدت بعدي وروحت على شقة اخو يا حبيبتي روحتي كفر الشيخ ليه وانت ست بتنفصلي عشان الاعدادة العرفية اللي هتم هناك من اهله اللي هيحكمه لو احنا انفصلنا البنت هتبقى قاعدة فيه المصاريف بتاعتها قد ايه كل شهر وهكذا يا اسماء انت بتنفصلي يجي خلص مع اهلك انت مكانك ستات او رجالة ما عنديش رجالة يا سلام مش لك امه واخه وخاله وخاله لا هو عايز رجالة يكونوا شاهدين على الكلام اللي هيحصل ويكون هو علاقته باهلك ايه ما ساتحية جدا يعني مفيش علاقة اللي هو لما بننزل اجازة زيكم عاملين ايه وخلص لا حب ولا كرة اه عادية ايه بس مفيش تعامل يعني فهو الازم قل حول خلصة قال لي جئ طلبك يا حاببتي ودخل بيتك 查 شروط الجواز وال realmente دلك انتم تعملي مؤخر في ايصال برا وهو اللي عمله بنفسه خمسين الف اللي هو يبين قدام بس اللي هو اخويتم مصرتش هو sighs بش ich غير لانا ما فيش حد كبير قاعد يعاني لكن انا ولا تكتب لي ايه ولا تعمل لي اي حاجة لانا ما كانش فيه حد موجود هوا انت كنت متجوزة قبل كده؟ لا اول جوازة لاي هوا انت كنت بتحبي اوي كده؟ مش موضوع حب هوا موضوع ان انا اول جوازة مش عارفة مفيش حد واقف لي ومعيش حد فمش مركزة ومش عاصي اخوانا مفروض ان ده واحد جاي بقى عواض وحد يعني خلاص بقى ما انا بقى من ساعة وفاد بابايا وانا بتغربة وبشتغل وبدرس وهكذا فهوا كان يبايني ان هو حاجة ان يخد حظيم بيتخلي معاكي يزعق للبنت بيبادل فيكي صوت البنت السريخ يضايقه اكتر كررت تروح لأطبها نفسيين قالوا لك انت تمام الجوازة دي لو تمت انت بتقضيها نفسك لو كملتها خمس على بنتك كمان قبل نفسك على بنتك يلا نزلي علشان تزوري اخويا لأ عشان نعمل القعدة العرفية نخلص فيها الموضوع بالمعروف انت كنت عايزة تخلاص بالمعروف ازاي يعني وانتي عندك حاجة اللي هو ما يبقاش فيه مشاكل ما بيني وما بينه اواضي ما يبقاش مخلوع يبقى فيه ود يجي يشوف البنت وقت ما هو عايز ما يبقاش فيه مشاكل ما بقاش قاعدة خايفة ان هو يجي يتهجم علي في اي وقت بالمعروف ما يبقاش فيه مشاكل عشان ازهقت من المشاكل ها انتو كنت شاركة لا بس انا عندي شركة ضيوفة وهو عندي شركة ودينج بلانر مؤخرا هو شغله بقى قليل وأنا شغلي بقى أعلى فهتدايق من النقطة دي انا في نفس المجال يدرس ويروح لصحاب عادي لا هو بيقول ان السيد اللي ما بتشتغله بيبقى معاه فلوس ما بتحتكش للراجل بتشوفه ان هو مش راكل هو حتى قاعدني سنة كاملة بدون شغل وقف لي شغلي هاي جوزة دي كلها عربات قد ايه ثلاث سنين طيب نزلت يكفر الشيخ ما شوفتيش حد عايز اقعلي وكانوا بيجوزروني عادي جدا بيقولولك ايه بيسلموا عليها وبيسلموا على البنت ومفيش اي عاجز او بس ما حدش يدخل خلص وديكت غريبة يعني كنت فاهم فكروا ان هما لما هيبوا هيتكلموا وهايعملوا وكانوا بيجووا يسلموا لك ان في حاجة خالص حدش يقدر يكلمك في مفرصالي يعني حدش قالك بتنفصل لي اسمك بنتك بنتك الاول كل مرة كانوا بيتكلموا في اي مشكلة المراضي الوحيدة ان حدش يتكلم في اي حاجة فانا عبتريد احس بس يعني هو حلف ان هو مش هعمل اي مشكلة فما يعني ما استوعبتش يعني انت خلاص حلفته ومكرر المعروف وهاكذا بس كنت حاسة بقى لما لقيت لما نزلت وشفت الوضع في البلد كنت حاسة انا بي حاجات احسن محدش بيحاول يتدخل محدش بيحاول يتكلم عكس طبعتهم طيب ما خفتش مشيتش لي خدتش بنت كونجريتيني كنت حعمل كده بس كنت خايفة لان انا في عمرته انتهت الزيارة على ايه في كفر الشيخ بحت الاخو بعدين البنت كانت معي وبيقول ان الاهل كلهم جايين يتجمعوا عشان اخو مفروض عنده جلطة وقاعدين عادي خالص كان في حد عمال يتصل عليه هو بيقول سواني 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 وبعدين البنت وهو نازل فقالي هاتي اجبلها حاجة حلوة وقاجي وحالة جاي ومش عارفة مين جاي و الناس من اهله يعني بكل سفينية انا عطيته له بقداية يعني اقولت له اخد شانتتها معي وهو مفروض ان هو نازل يجبلها حاجة وجاي بعدين بعديها بشوية انا اتصلت عليه ما بيردش بعديها بشوية اتصلت تاني راح اقلي خلاص البنت سفرت قلت له انت بتتكلم مجد يعني انت بتتكلم مجد هواي لي سفرت ما تصدرش هات البنت وانا هوريك انت مين وانا مين ولو جدع صدي على اللي جاي بعدين اتصل بكتير اعفرش تسكن طلعت الاخوتو اخوكو بيقول كذا كذا ازاي مش ساي واحنا هنكلموا بيعملوا نفسهم انهم يتكلموا وهو بيقول لهم محدش يدخل في الموضوع اللي هيدخل في الموضوع انا هقطعه نزلت روحت الاشقال هي مفروض فيها حاجتي اللي هي تقول مغير الطابلة اللي هو انا لسه نزلة منها غير الطابلة وموقف عليها واحد وحطيت لي شوية هدوم عند الجرهان حتى مش كل هدومي ومش كل حاجتي طب دهبي طب الكروت بتاعت الفيزا بتاعتش امروح طب حاجتي اعتبر يوم تمن اكلك وشربك بترميت في الشارع ساعتين بالليل رحت بقى على اسكندرية وبعدين احلي يجو معي تاني يوم اللي هو ماما واخوتي واخوي الصغير اخوه تحجم علي في الشارع وقال لي ملكي الشوء هنا هو خلاص طلاق وبنتك سفرت لبنان رحت جريت على وحلف بالطلاق ان هو طلاق وفي نص الشارع قدام كل الناس وان هو البنت سفرت مع لبنان رحت عالجوازات البنت مترعتش اصلا برا مصرف واللي عرفته من الجران اللي بعد ما انا مشيت بساعة كان هو موجود في البيت بينزل العفش و بينزل الحاجة و بيخلي البيت انا حتى فضلت اقولهم طب خلوني يا سمح صوته طب خلوني اكلمها طب طمني علي طب فضلت تقولي المين لاخويته وهو قبل ما يعملي بلوك على كل حال واخويته بيعملوا ايه احنا هنكلمه وصلك قوم سافر وصلك هو في السعودية وصلك هو في لبنان طب انا هحاول اوصل معا الحال طب انا هحاول مش عارف ايه واخويته بيعملوك كده ليه نعرفش زي ما انا ابويا مش موجود لو كان عايش كان راح جاب لي بنتي في نفس اليوم الدنيا ده انتو ده بس يعني بنت خلطو هي اللي بتتواصل معايا وهي اللي بتطميني والبنت كويسة والبنت مع باباها ومش عارف ايه وحاولت تتواصل معايا اخوها لما هي تدخلت في الموضوع قال لها انا اخويا انا مع اخويا بتقول له يعني لما اخوك يكون على حق يعني على ظلم لازم تتنبه وتقول له ما تكملش وهكذا قال له انا مع اخويا في اي وضع اه ظلم او مصلم بالضبط يا سلام انا مع اخويا في اي وضع تكررته وهو خلاص دبسنا في الموضوع وخلاص هو قال هالي لما في وقت الخناء قال لي هننزل هننزل على بلدنا وساعتها مش هرحمك انا عايزة البنت تبقى ما بيني وما بينها ما تدفعش تمن اختيار غلط انا اخترته انا مش عارفة المفروض اعمل ايه عشان كده طلعتها على السوشيال ميديا شايف ان بنتك فين معاي فيين في قفر الشيخ في بيته انا لبست انكابه ورحت عشان اشوفها في اي مكان يعني انا قلت حتى لو شفتها في الشرع هاروح عليها ويحصل اللي يحصل رحت عند البيت موقف حارس وهو ما كانش موجود انا كل اللي عايزات بنت يعني ولا حتى قلت عايزة الذهب اللي هو اصلا مش جابي فيه ولا اي حاجة كله بفلوسي وحر مالي وتعبي انا وكنت بحوش يعني فلوسي في الذهب كل ما حوش مبلغ اروح اشتري بيه حاجة كل ما حوش مبلغ اقول حتى لو ازنقت انا مع بنتي وفي غربة والواحدة فلازم يبقى معايا حاجة على جم فاخدوا كل ويقولي تمن اكله وشوربي تمن اكله وشوربي ليه يعني انا ومع ذلك مش عايزة ولا اتكلمت فيه ولا طالبت بيه مش انتي رفع خلو مش طرق للضرر اه رغم ده انا عندي ضرر حضرتك شفت جسمي يعني انا عمنا تقرير طبي كمان وضربك كده امتى يوم من الاثنين كان والخلو عايزة مرفوعه انتي السازوغة انتي السازوغة يوم من الاثنين الفت ده اه ضربك كل الضرب ده اه كان معا مين هو البحث اللي جراءه يطلع عندك طلع خبط ما هو فتحت عايز اسمات طلع طلو اه بساح الفيديو يا بنتي انتو هتجننوني يعني انتي جاي عايزة تجننيني ده واخد منك بنتك ومنزلك في نص الليل ولا اخر الليل اللي عرفتي تروحي ولا عرفتي تجيبي اوبر ولا عرفتي حد ينقذك من اهله يعني هو اخطأ في البيت طاول عريض ما فوهش راجل ياخدك يقولك تعالي اسمعنا هروحك سابوكي في الشارع يجي خبط طنطد الوالدة حديدك تدخله ماما جباين قوي ماما 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 ستة كبيرة يا ماما حاجة وستين ساني يا ماما دخل اصلا تدخل راح زقيقة ماما فيش حد غير انا وماما واخويا الصغير واخويا الصغير ما كانش موجود هو انت شايلة شيلتك كده طول العمر؟ عشان كيها وفيت عليه اصلا من الله ايوه كنت مفكر حياتاني طلع جايبي يكمل ماما فانا حتى انا مو يعني انت استنى اسمع يعني انت كمان شايلة هام انت وعملا ازعاج للبيت أكيد أنا مش هاي زب أهدل ماما معي بعد العمر ده كله يعني ملاش زنب وأخوي صغير اللي حاوله ولك هو لا طبعا ما يستش في المشاكل زين رخ منه هو اللي وقف قدامي وقت مأخوه كان بيتحكم علي بس ده موقف مش نيابة وقضايا وجري ومحمين أنا مش قادر أمشي وعمل أسيفر كل شوي يعني أنا بوضعي ده أن أنا لما بمشي حتة صغيرة بنهج ومش ببقى أعرف أمشي وبسيفر فييلة اللي هو من عندي لعندهم بتاع أربع ساعات أكتر من الكهر بسيفر رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية هو أنت شايفر موضوع ده يخلص إزاي عايزة البنت عايزة حد يدخل يجيب لي البنت الرجل ده حبك ما أعتقدش والله أنا مش ما أعتقدش أن في حد إزي كل الأزل بره المشاكل بره الخلاف بره الدنيا دي بره الشيطان اللي دخل وخرب البيت ده الست بتعرف الأول أكو أمالك جاوزته ليه حسيت أنه أحبني أكيد وكان بيحبني أوفر يعني أنه هو متمسك ولو أطلب الانفصال بعد الدرب وحاجات زي كده كان يعايت ويعود يتصل بالناس ويعايت وكلهم مقوديني وشود بس يعني الفكرة مش كده اللي أنا متأكدة منه أنه هو عارف أنه أنا مش هكمل وخلاص مش هرجع فبيشوهك بيعمل كل اللي قدر عليها شميزيني وعارف أن أنا ولا هيفرق معي فلوس ولا هيفرق معي حاجة أقدر بنت اللي بيقول هي أمه مش كويسة أمه مش كويسة أنا كنت باخد البنت وبروح أشتغل بيها ست ساعات والناس كانت تقول لي ما ينفعش تيجي المكتب كان شركة مناسبات شركة ودينج بلانا أول ما اشتغلت قبل ما افتح شغلة الضيفة اشتغلت في شركة مناسبات ودينج بلانا وكنت باخد معي بنت عشان كنت شلسة جبت بيبي سيتر ولا كان معي ظروف تسمح أن أجيب بيبي سيتر وكذا مرة كم الناس تقول لي ما ينفعش أنت شغلك ممتاز وهو عرف أن أنا شطرة في شغلي يقولوا لي ما ينفعش البنت وعشان العملة لما يجوا هكذا وقعدت من الشغل وسبت وفضلت أقاعدة مع البنت وروحت أخذت بضعة من القاع عنده وابتدأت شغلي شغل الضيفة أردر وراء الثاني وراء الثالث وكنت بنزل أنا ومعي البنت ومعي الفيديوهات بصورها في كل عرس أنا ببقى فيه بنوع ده أنا وهي أنا تصور تلعب معي وأفضل ألعب معاه وأنا في نفس الوقت شايفة شغلي والثاني كويس مع العملة وهكذا فالحمد لله تعرفته بقيت مزك شغل وهو بقى أول ما جيه البيت فجأة مزك السندات يشوف أنا داخلي كان قد إيه وقال له أردر أفضل يعني إيه ما جيت البيت فجأة؟ هو كان بيجيلي على السكن اللي أنا فيه طب وأنتي بش عدم عليه؟ قال لأ أنا منفاصل أرفع عليه خلق وقالت رو مش عايزيك فقعدت في بيت أنا في الشارقة وأفضل فكاني في المكان اللي فيه البضاعة خدت بيت بقى أواع وهدومك وهدوم بنتك وكل حاجاتك ما خدتش حاجة أنا ما نزلت من عنده ما خدتش حاجة ليه؟ عشان هو كان فيه مش كده ما بيني وما بينه في التليفون وعارفة إن هو هيجي ترى خدت بنته طرع تقرر ومن ساحيتها ما رجعتش تاني خلاص بقى كنت جيبت أخر هنا بقى بكلمك بعدها لك أنا تعبان ومش قادر تقبل الهيد عارفة جابت أقرير من الدكتور إن هو تعبان وهو كان في الساحل عشان بس ما يجيش عشان المحكمة طلبت منه نفقه للبنت وثامني من شهر ستة غايد شهر واحد وأنا مصرف على البنت الوحدي وبيقول المحامي هي اللي دفعت تعتبانه المحامي موجود أي حد يتواصل معي أنا دفعه الفلوس على كذا مر دي كلام غضب يا اسمي كلام غضب إن هو يتكلم في صمعتي أنا مش هكسب حاجة لما أنا أثبت إن أنت وحش وإنت تثبت إن أنا وحشة رغم إن أنا عمال أقول أي حاجة أنت عايز تقولها جبلي دليل لو وجهتني بي أنا عندي استعادة أقول لأخوة البنت مش عايزها ومش هفتح بقى بأي حاجة ولكن هناك شخص يتبقى بأي حاجة أو قلت الأدب وبتطلع عن نت وعادت روح كنواته تما تخاف إنها تتفضح أما أنا بانفه وبواجه ليه؟ عشان أنا موسكى أن أنا والله العظيم وحياة بنتي الغاية الدرباتي أنا محافظة لأنا لست على زمته وعلى فكرة الموضوع لهو قاله لك في بنت قالت فيه واحد عايز يتجاوزني وأنا وردت وقلت شولي ده واحد عنده قاعات في دبي وشافني في الشغل وراح كلم البنت ديت وراحت البنت دي كلمتني وقايت لي انفاصلي عنه وروح الجوزي قلت لها أنا مش عايزة تجاوز أنا خلاص بنتي والشغل لقين أنا مش كنتي لقول لأ فكرة بنت ولا حتى عايزة ولا عايزة أي حاجة بني أنا عايزة بنت قاعد عمالة حاول وديا حاول قانوني وأكلم مش عارفة مين وأكلم مش عارفة مين تبحدي يتدخل تبحدي يتكلموا وأكلم في أخواته وأتحايل عليهم وقالت لهم وقالت لهم أنا جاي لكم مستسلمة أما تظنوا على شكاية رغمهم وماما رفضت تماماً لأمضي على شكاية وقلت لي أبعي هيمسوكوا كميرابتك دون الناس ما اللي همش أمعين قلت لهم يعملوا فيا ما بدلهم بس أخد البنت أنا بشوف كميتكم التعت على السوشال ميديا اللي قاعدت خمس سنين اللي قاعدت تسع سنين اللي قاعدت عشر سنين ومعرفتش توصل لعيا وبنتي متعلقة بيا جدا وهو عارف قائز ملاق هي كمان متعلقة بيا أنا لو نزلت مثلا سبتها مع ماما لما نزلت اسكندرية وروحت جبت حاجة ماما تصبضلت تتصل بيا أساليا عايزك تكلميها وتفضلت تكلمي في الدريفون وأرجع وما كملش المشوار وأرجع لها اللي بيقول إن أنا أمه مش كويسة أنتي أمه مش كويسة هو بيقول لك إن أنا أمه مش كويسة خلاص هاي ستقولي حاجة تانين يعني أنت أنا وحشة تماما في ربنا أنا سأكون خصمته ويوم الدين وعلى زنبي مش سأخش أنا سأخذ حقي وربنا أنا متأكدا بعد الشهر بعد سنة أنا سأخذ حقي منه بس اللي أنا مش قادر أصبر عليه هو بنتي حقي بقى في كل كلمة هو قال هالي حقي في الشهر بتاع القهرة البعيد عن بنتي اللي أنا كان الناس بتفضل تقولي عودي هتنم بعيد عنك وأنا ما كنتش برد كاتبت نم في حضني لك أنت تخيلي أن أنا بقى لي شهر بعد ما كنت متعودة لأنها تنم في حضني أنا مش عارف عني مؤخرا أنا بايت أخذ مهدئات عشان أعرف عني وهو يعني كل الأهر والذل والكلام اللي قالوا علي كل ده اللي هاخده بس ده من ربي أنا مش عايزة قانونة ولا عايزة في الدنيا ولا عايزة في أي حاجة أنا كل اللي عايزة دلوقتي بنتي حقي وهي عايزاني هي أكيد عايزاني أكتر من أنا عايزها هي طفلة هي محتاجاني هي مالهاش زنب في المشاكل ده كلها يعني لما تبقى في حضني وفجأة وهي متعلقة بي وبقالها سنتين من ساعة ما تولدت وبعدين فجأة تتاخذ مني كده يعني حتى ما خلنيش أسلم عليها قبل ما تمشي حتى ما ما مهدش بقولك قبل منزل أروح بيقولي فكري في الموضوع ما فيش حد أحبك قدي إيه كمية الغدر دي؟ يعني إيه كمية الخيانة والغدر اللي في البني آدم ده ترجعت قوليلي مؤمو بيحبك حب إيده أنا مأياني أنا ما شفتش حد بيحب حد بيأزيب الدرجة أنا بشوفي ممكن أنت يكوني هاش تكسط حبه وكون فيش تندخل بستحيل حد يحب حد حتى لو يعني بيقولك النهايات أخلاق أنت حد مش كويس أنا هبعد عنك بالمعروف علشان مش عشان خاطرك عشان خاطر ربنا وعشان خاطر البنت ده اللي أنا أعرفه وده اللي أنا كنت بسع عليه طول الفترة اللي فاتت دي مش أنا هبقى نيتي خير وانزل على بلدي وعطي أمان وهروح بلدك اللي مليش حد فيها ويتغدر بيه بالشكل ده نور دين شخص بيدرب وبيهين بيحط السكين على رقبتي أخوات بيقولولي أصلك معموله أعمال هم بقش شايفك ما عنديش رجال اعتبرتها ماتت أو اعتبرتها مجلش هو علاقته بأهلك إيه؟ زيكم عاملين إيه وخلاص؟ ودخل بيتك من اللي قبله وحطي شروط الجواز والأيمة واجبه ما تكتب ليش أي حاجة بسبب إن أنا ما كانش عندي حد أنا ما تكتب ليش أي ما ما تكتب ليش أي حاجة هو بيقول إن الساد اللي أنا هبتشتغله بيبقى معاه فلوسنا بتحتاجش للراجل وبتشوفه إنه هو مش راجل وأنا هوريكي إنت مين وأنا مين؟ ولو جدع صدي علي جاي وحلف بالطلاق إنه هو طلاقني وفي نص الشارع قدام كل الناس هننزل على بلدنا وساعتها مشارحة دي حكاية أسمي حكاية أم هي بتبقاش حكاية زوجة بس لا والأهم فيها إن هي أم حكاية أم وبيتعاني جدا إنه بنتها مش معايا طبعا مش هنزيد على مشاعر أم إنتي أم لما تقولها مش عارفة عيش مش عارفة نام باخد مهدقات دي أم ويا رب ما يكتبها على حد ولا يوري الصعب ده الحد ده صعب قوي جدا أصعب مما حد يتخيل ليه؟ يعني دي الفترة حد بقى يدخل يقول لي أص هي رمد بنتها أص هي بتعامل بنتها وحش أص هي مش عايزة بنتها كده أنت كله بنقف عنده دي ستة عندها شغل دلوقتي وسايباه ومفراطة فيه وأعنا مستنية هتعمل إيه؟ والقانون هيبقى شكله إيه معايا ومجرائي قيت على إيه؟ حالها كله غرق في السيول اللي فاتت حالها دي متصورة من فترة من أمتى يا سازح؟ أه أكتر كمان أيوة فإحنا كنا في انتظار إن الزوج يبقى معانا أو يبقى عندنا أو نتكلم أو نشوف ردك إيه؟ في الحقيقة أنا كلمته ولكن المحادثات دي في بعض الأحيان بتتشال مش لأن فيها أي شيء لأن حرية الطرف التاني لازم يعني يبقى لها شكل معين كده وفي نفس الوقت أنا مبحبش حد يدخل يقل يقول بهدلتني يعني ألفاظ أو حاجات على إيه يعني فمرايحنا في السنة وبنشيل كل ده ليه؟ لأن الحلقة دي داي مع التيوب أنا عندي حلقات من 2017 زمان الأطفال اللي كانوا في 2017 عندهم سبع سنين النهاردة عندهم كم سنة؟ 15 سنة؟ عامل إيه بقى؟ ليه؟ لاش لازمة؟ خصوصاً اللي ببقى في تجريح معينة ست تجي الراجل اللي تجوزها عن حب وتحدى الجوزها الأولى في جملة هقولها هي معها حكم حضانة عشان تبقى حلقتي كفت ووفت هي معها حكم حضانة وعايزة تنفسها نصق في قوة القانون نصق في العدالة المصرية نصق في رجال الداخلية لا أحد فوق القانون نهائي هي معها حكم وضم الصغير دي طفلة يا ريت أي النزاع يبقى بره البيوت بره الأطفال جوه البيوت يبقى بره أطفال البيت ده طب تعالي نغو تفاصل ونرجع نكمل لقاء نمر ثانية أبقى معنا بعتولي كل رسائلكو كل حكيتكو على بيجي برنامج الباسمين هالطيل على الفيسبوك أو على بيجي برنامج الباسمين هالطيل على الانستجرام وتأكدوا ان هما رهن الاهتمام دي البيجيات بتاعتي ما عنديش أي بيجي تانية عدد الرسائل بيبقى كبير جدا 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 فسامحوني بنوصل وناس كتير جدا بتبقى معنا صورات من على البيجي دي صفحة البيجي دي البيجي برنامج على الانستجرام اللي موجود على شاشة والتانية على الفيسبوك طيب بيبقى عندي تصورات كتير للخلاف ولكن في مناطق محظورة نسب كتير جدا من الانفصال في مصر أساسها التشوية يعني لما ندخل نقعد واستناس ويقولك دا طلقها قصه حصل وحصل ولأ وعمل وخلوا فيه والعكس دي مفصلة أصلي عملت وخلته بيخونه وبيروح وبييجي وكذا وكذا وبخيل وأهله وأهلها بندخل فيها حدودة كبيرة كده كلها تشوية عشان بس كل واحد ياخد حقه طب كل واحد يعرف حدوده ثم ياخد حقه عادي المشكلة المشكلة حقيقي يعني المشكلة وصلنا دلوقتي استجابة لأسماء من المجلس الأمومة والطفولة المجلس القومي للأمومة والطفولة بيعلم تبنيه لقضية أسماء وترفل طعم بكرة أسماء تكون موجودة في القاهرة هتتوجيه للمجلس القومي للأمومة والطفولة والحقيقة ده مش التعاون الأول بنا نهائي في مؤسسات في مصر بتقوم بدور كبير أو اتجاه المرأة واتجاه الأطفال من أهمهم المجلس القومي للأمومة والطفولة هو بيعلم تبنيه قضية أسماء ومسندتها مسندة كاملة عندي أمل أن الخلاف ده يخلص وكبوزة ينزاح من على قلبها هو أبو متزوج وعنده أولاد بالفعل لكن دي تفروتها الوحيدة مش معنى كده ليها مش بنته أو لأ أو أنه أقل حقية فيها والكرام الفاضي ده لأ لكن زي ما أنت سايب أولادك دول مع زوجتك تسيب بنتك مع زوجتك تانية أو طلقتك وخاصة في السن ده وفي الوقت ده ويبقى بينكو الود سعب أقول هي الأطفال دي اللي ما تجبر هتبقى عاملا إيه داخليا ودي كمان استجابة من مجلس القومي للمرأة مكتب شكاو المرأة ويعلن تبنيه لقضية أسماء وبكرة تكوني موجودة في المكتب الرئيسي بمدينة نصر نشكر دكتورة أمل عبد المنعم واشكر كل القائمين على المجلس القومي للمرأة بكهدة الدكتورة مايا مرسي وعدد كبير من فضليات اللي أنا بكن لهم كل الاحترام والتقدير بكوني مش نهال مقدمة البرنامج ده بكوني امرأة مصرية وبفخر بكوني امرأة مصرية ده فخر لي والأي ستة مصرية يا أسماء بكرة لازم تبقي موجودة في الكاهرة هتتواصلي مع زميلي في الإعداد أو أستاذ أحمد ماشي أسماء هتتواصل مع حضراتكو غدا والستاذ منتصر وإن شاء الله إن شاء الله زي ما شوفناكي مش قادف أقولك دموع إنتي ما كنتش عرفت عياتي من كتر الألم والضرب والدغدغة اللي إنتي فيها محدش يقول بتجذب أنا شفت كامل الأطراف لها حق الرد هم ردوا فعلا معينا في المدخلة ولكن مفتوح باب الرد في أي وقت عايزين يدخلوا يردوا يتفضلوا يردوا إحنا كلهم مستنيينهم أصلا مستنيينهم يكلمونا زي ما أسماء اتكلمتنا مش عن طريق حاجات تانية يتكلمونا زي ما ستت توصت واتكلمت وجدت صاحب الحق عنه قوية لا يروح يكلم فلان ولا علان إيه ده طيب هرجع لسؤالي الأهم في المرحلة دي هي الأطفال دي لما إحنا بنسلب منها شيء بالفترة كده ربنا جعلوا في قلبه هي عاملة إيه؟ عن القريب العاجل يعني السنين بتجري وبتجري بسرعة قوي فيش أسرع من السنين فيش أسرع منها طيب كم معنا بقى حبينا نشوف استشاريين يكلمونا في ده دكتورة راشا يا أستاذة ليه بقى؟ إن ده مهم لا داعي من تفسخ الطفل ده لا داعي من إنه يتملأ نفسه بالشوائب لا داعي من أنت تكسره أو تكسريه تحرميه من أبوه أو تحرميه من أمه والسلام لمجرد العند لمجرد إنه رفض التكمل معايا أو رفض يكمل معايا أو معمليش اللي أنا عايزاه أو أي حاجة من الحاجات ليه؟ في حاجة في الحياة اسمها المصلحة العليا والياد العليا هم لولادنا ما هم حدش فينا طالع يعني في الدنيا غير علشانهم شان أم أبينا خلاصوا موجودين حيقوا يرزقون سبوهم فحلهم بلا مشاكل طب قدام دي هتبقى عقد هترصب جوه نفسهم حاجات معنا الدكتورة رشال جندي مدرس الصحة النفسية بجامعة بني سويف منوراني يا دكتور الحلقة النسائية كل الهدنا عرضا منوراني بنورك بنورك دكتور رشال أنا يمكن يعني بكنا بنترح دايما المشاكل الاجتماعية الأسرية ودايما بشوف فيه أباء بتبهدل في أولادها بكوتها ومش هممها وأمهات بتعاند جدا في مصلحة أولادها ممكن تبقى منعا اللي هو يشوف أولاده ممكن تعاند توريله بنته أو ابنه تقولك هكسرهم هعملهم هخليهم أي مكان لكن قدام دي يودينا الفين ده صحيح أستينا هقول لحضرتك يا أستاذا أني هالحجم وأم قوي في علم النفس أتمنى أن كل أب وأم سمعنا ياخد بالهم منها كويس أو هو طبعا مفيش أب ولا أم بيبقى قاصد أو عارف الأبعاد السلبية هو لم يعرفوا كمية الأبعاد السلبية اللي هتأثر على أولادهم دول مدى الحياة عمرهم هيعملوا الحاجة كمية الأبعاد السلبية كمية طبعا طبعا فليه بقى يا أستاذا نهال لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الولاد احتياج دايما لنموذج الأم والأب عمر ما الأم لو مهما كانت إيه ما هتعرف تقدم الجزء السيكولوجي اللي ربنا خلق الأب لتقديمه لولاده ولعكس عمر الأب لو عمل نفسه إيه وأنا هبقول لهم أم وأب وهرتب وهطبخ حتى وهعمل لا هو مش الموضوع أكل وشرب الموضوع اللي فيه جزء سيكولوجي بيقول لجي ربنا خلق عنصر أم وعنصر أب لو 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 هو نفسيا ينفع الواحد يطلع من غير العنصرين مع بعض ما كانش ده ده حال يعني ما كانش حد بقى تقاذى نفسيا ده حتى بنقول دايما لما بنفقد مثلا عنصر فيهم بحاجات قدرية مثلا لقدر الله مثلا أب توفى فنقول لازم وجود أب بديل البديل ده قد يكون خل قد يكون عم قد يكون صديق قد يكون أخ كبير بس لازم نموذك ذكوري مش أنسة يعني الأم اللي قولك أنا هقوم بدور الاثنين أيوة أنت هتعرف يجيبي فلوس وهتشتغل وتعمل كل حاجة بس عمرك ما هتقدمي الجزء الذكوري ولعكس أنت يا أب هتعرف بيكون فاكرين أن دور الأم أن هي أصل التنظيف وصل صندوط شاشة لا طبعا أنت عمرك ما هتعرفت أسم الوثن يسوي لولادك فعشان كده بنشوف بعد شوية مثلا الولاد اللي بيتحرموا من أحد النموذجين بيتبعوا ضعوات كبيرة جدا يولم بيعندهم شعور بالحرمان بيجقوا ضعاف وصد أي كلمة حلوة تتقلهم من أحد النماذج اللي هي المفقودة يعني تلاقي مثلا ممكن بنت ترتبط بحد أكبر بينها في سن باباهم ويبقى هو الدين حتى دي نقطة ضعفة لأنها مفتقدة نموذج الأب ولعكس ولا تلاقي عايز يرتبط بواحدة في سن مامتو تلاقي معاشوش سنهم الحقيقي اللي المفروض يعيشوه طيب لما أتكلم على حضرتك في حالة النهاردة الطفلة اللي عندها سنتين واتاخدت من أمها ويلا بالسلامة ما أنت شايفها تاني معه دا فقدت فقدت أهم حاجة لنموها السليم اللي هي الإحساس بالأمان فأنت هنا هل تقدر الطفلة دي أنت ما تتهاش الأكل كون أن أنت تاخدها من الأم في السن دا أنت كأنك بتاخد منها هوى أو أكل أو شرب فأنت نفسيا هي فقدة الإحساس بالأمان نفسيا بعد كده بيطلع عندهم فوبيا بيطلع عندهم اضطرابات سلوكية بتأثر على كل حاجة في حياتهم لما بيكبروا وعايز أقول للأب إن الحاجات دي لو أنت بيتهيها لكن هي في السن دا مش فهمة حاجة هي مش مدركة حاجة بل كل المشاهد دي في عقلها الباطن وإنت مش عارف كل المشاهد دي لما هتكبر هتلاقي عندها الترابات سلوكية ونفسية كل حاجة في حياتها ممكن هتلاقي جزء كبير جدا بيتلخبط وبنقعد إحنا بقى نعاني كذا كذا إن إحنا لسا نوصل للمشهد في العقل الباطن هتلاقي بقى في الأخر بعد كثير ناخد بقى إنا آه دا باباها خدها من ممتها فهو دا مقصة لا عندها عشرين وثلاثين واربعين وخمسين سنة ولسا المشهد بواه فهي الفكرة إن الطفل وخصوصا في السن الصغير كمان يعني الطفلة دي بتعيش دلوقتي حروبها الداخلية النفسية طبعا هي في أولا هي فقدة الإحساس بالأمان هيجي هيجي هو الأب يحاول يعمل الحاجات اللي الأم كانت بتعملها ما هينفعش لأن إنت عمرك ما هتكون الأم دا الطفل في السن دا حتى لو ربها مع ولاده ريحة أمه ريحة أمه بيبقى حافظها طفلة السن دا بيتطمن بينام بريحة أمه طب حتى لو هيربها مع مرات أب وأطفال أخوات ما هي مش الأم مش الأم والبعدين لو الأم على قيد الحياة دا بيثبت بشكل الكلام دا لتقدر الله لما تبقى حاجة قدرية والأم توافت لكن هي الأم موجودة فهو علشان كده إحنا دايما بيننادي في علم النفس يا جماعة الطلاق لازم يكون متحضر إنتوا هتنفصلوا عن بعض دا شيء صحي جدا على فكرة إن الولاد يعيشوا مع ابن أب وأم منفصلين وبيتعاملوا كويس مع بعض والولاد واخدين فيهم وبيشوفوا دا وبيشوفوا دا أحسن ما يعيشهم بين أب وأم وبينهم مشاكل دا معروف صح لكن إنت انفصلت بقى يبقى الولاد ملهمش زم إنت عايز تخلي علاقتك بالأم مش لطيفة ولدك ملهمش زم دي أمهم مش أمك إنت صح دكتورة رشال جمدي مدرس صحة نفسية بجامعة بن سويف نورتيني وشرفتيني ويبقى لنا لقاءات كتير جدا إن شاء الله عن قريب حق الرجل مكفول بكل الأساليب المنطقية الشرائية التي تسير أو يسير فيها البرنامج دا بعتولي كل رسائلكو وكل حكاياتكو على بجي برنامج الباسميني هالطايل على الفيسبوك أو على بجي برنامج الباسميني هالطايل على انستجرام وتأكدوا إن كل رسائلكو راحنا الاهتمام شكرا يا ستزا تعالوا ناخد فاصل ونرجع عليكم مرة تانية ابقوا معنا أهلا بحضراتكم مرة تانية وتفاصيل نورنا يا شيخ إفراين ربناك على حضرتك دايماً أيام طيبة علينا والناس كلها يا رب العالمين ساعة كتير يا مولانا تلاقي نفسك دا خارك التجوة مشكلة انتش عارف تخرج منها ومش لايلي ينصفك فيها والموضوع بيتعقد يوم بعد يوم في الوقت دا النفس بتضعف يعني في واحد يقولك يا رب هو أنا مفيش غيل لنا يا رب هو أنت نسيني ليه يا رب هو أنا عملتي في دميتي وربنا ما بيعملناش بالمثل لو عملنا بالمثل احنا كان زمانا وضعنا من زمان تقول ايه للشخص دا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد بادئ زي بدء نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا ربنا بي نساش حد لكن الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر قال نسوا الله فنسياهم نسوا الله فنسياهم أعرضوا عن ذكر الله ولم يجعلوا الله كل همهم وجعلوا أوامر الله سبحانه وتعالى آخر اهتماماتهم ويريدون كل فضل كيف ذلك هذه معادلة لا يمكن لها أن تستقيم الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة فلا نلعب وضمن لنا الرزق فلا نتعب عندما ننصى الله سبحانه وتعالى فتعرض عنا الدنيا بمباهجها ونمكس في مشاكل لا حصر لها من لام لا يلومن إلا نفسه من لام فلا يلومن إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يبقى أنت اللي حطيت نفسك في المحور ده لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد لأن الله تعالى يرزق المسلم والمؤمن والكافر والفاسق والعاصي وربما تأتي الدنيا لمن يعرض عن ربه أكثر ممن كان مع الله سبحانه وتعالى لأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة والدنيا ليس فيها متاع فقد أنزل الله تعالى في القرآن كلاما على حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم قل متاع الدنيا قليل لو أتتك الدنيا وهي راغمة أتتك الدنيا بزينتها ومباهيجها وقصورها وسيارتها ومالها وأموالها كل ده هتموت مش هتأخذ اللي ست جبار مش مفيهاش متعة المتاح في الدنيا هو الطاعة المتاح في الدنيا هو أن تكون مع الله لأنك لو كنت مع الله هنا أعطاك ملك الآخرة الله سبحانه وتعالى قال الأرض يوريثها من عباده الصالحون هتأخذ المراس طب المراس فيين؟ في الجنة الجنة تلك الجنة نورثها من عبادنا الصالحون الجنة دي اللي هيخدها الصالحون لكن انت عاوز دنيا كلها تعيش كم سنة؟ ستين سبعين ثمانين ساعة واحدة في يوم واحد عند ربنا لأن اليوم الواحد عند ربنا بألف سنة يبقى عشر يوم واحد من عند ربنا اللي انت هتعيشوا كله صحة لو عشناها في طاعة الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماعة عودها القناعة الله تعالوا نطلع نشوف تارينا الأول نركع لكم مرة تانية ابكوا معنا ترثير الناس للس الدنيا فيها عين تتحاك لك واليوبصف والل arriver زي ما وفيت قلت الحمد لله ربنا يتول عمركم ويخليكم ويصلح حالكم ويضع لكم دايماً في الخار يا رب خاري الخارف دخلونا المية وبفضل حضراتكم وبفضل ربنا الأول والشيخ جاجلنا دخلونا المية وغابلونا العدات احنا ما كناش مصدقين كناش لقين مية ولا كنا لقين مشرف كنا بنفصل من المية الصرف اللي دايرة قدام الباب وبنقول لألف شكر احنا ما كنش مصدقين نفسنا والله لما جابلونا العدات نقول لهم ألف شكر ربنا يجب لهم خير يا رب والزؤوق فقدنا منها دعاء ربنا سبحانه وتعالى يجعلوا من حظنا ومن نصبنا الحج العدات و ألف مبروك عليك الله يبرك فيكم الله يبرك فيكم وما تغبوش أبداً وروبنا يتول عمركم ويجعلكم في الخير دايماً يعالكم في الخير دايماً إن شاء الله ما تغيبشي أبداً إن شاء الله ربنا يطول عمرك ويجعلك في الخير دائماً يا رب واجعلكم كلكم جميعاً في الخير ويجعلكم تصعى في الخير كلكم جميعاً كنا جاناً له برضو إن شاء الله من فترة والنهاردة جينا وركبنا له العداد إيه رأيك بقى إحنا جينا النهاردة وركبنا لك العداد ألف مبروك ونمدي إيدك كده وتفتح المية ربنا سبحانه وتعالى يبارك في السادة المتبرعين والمتصدقين وربنا سبحانه وتعالى يجعل ليهم حظ من دعاء خلف وأهل بيته اللهم أمين ده إنجاز من إنجازاتكم ممكن حداك لسه رجع من يومين تقريباً من مرسم أتروح الناس بتقولك إيه لما بتشوف ده بانيها لا ده إحنا عندنا الحمد لله الحمد لله رب العالمين ومن حمد الكريم زاده قال الله تعالى لإن شكرتم لأزيد أنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد من شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر النعمة التي أنعم الله بها علينا النعمة الأولى إن إحنا موجودين مع حضرتك النعمة التانية إن إحنا لنا مظلة تسمى مظلة مؤسسة فاعل خير الخيرية دي اللي كلنا إن شاء الله بنستظل تحتها وكلنا بنعمل تحت لوائها وبإذن الله خدمين للناس كل الناس الحاجة التالتة أنا فرحان جداً من المشوار اللي إحنا كنا فيه لمدة أربع أيام فيه مطروح شفنا فيه عجب العجاب من أجمل حاجة شفناها نحن كان عندنا ناس متبرعين كتير جداً كتير جداً عندنا ناس مهتمة جداً بمصلحتها مهتمة جداً بالصدقة فيش واحد النهاردة بيرمي الفلوس بتاعته وبيقول عمله كذا احنا بنبقى بنشيل المتبرع في قرصنا بنقول لهم تعالوا شوفوا الحاجة بتاعتكم قدامكم وبنطلع قدامهم بمتسيب البير والناس فرحانة وهم بيقابلوا الناس وبياخدوا تليفونات وبيعملوا وبيعملوا حاجات كده ولوكيشن بالمنطقة والحاجات كده اغرب ما شفته المرة اللي فاتت ان في واحد عامل معنا بير بقاله سنتين بقاله سنتين وبقول لنا عاوز اشوف البير بتاعي خدناه وودناه عند البير بيقول لي عم الشيخة اقولك حاجة بس ما تزعلش مني وقتله قوله اتفضل قال لي انا لحد ما نزلت من العربية وداخل عشان اشوف البير كنت متأكد ان انا مش ملاقي قبار ليه كذا الصغف العظم يا رب ليه هو بيقول لنا اتعملت مع حد تاني احنا ملناش دعوة الراجل نزل وشاف البير وقال صورني جنبه وقعه الجنبي طب قول لي كلمة طب مش عارف ايه الراجل طاير من الفرحة لدرجة ان هو بيقول الحمد لله ان فلوس جات في المكان الصح وانتو عملتولي الحاجة ليه لي لازم عندنا حسن صن بالله وثانيا انا عايز اقول حقيقة حاجة هو انتو علاعتكم المسؤولات الاكبر ليه لان احنا بنعمل الصدقة ونتوكل على الله صحير مجرد نوايانا ان احنا نوين نعملها ربنا كتب لنا اجر صحيح ومنحصن النوايا والنفذ ربنا كتب لنا اجر ونتمتع بعد كده باب كل الاجور اللي باعناها اما انتو شايلين مسؤولية وكبيرة قوي صحيح اولا ارضقنا لان احنا مش تتاقل الوقت سهلين ولا نترضى بصرحة هو طبيعة البشر كده اكيد حددك عارف صحيح صحيح ولكن يظل ان حددك لك مننا كل اللي احترام وانت اهل الصدقة يا شيخ ابراهيم وبكنا احنا نتكفو منتهى الامانة بحقيقي احنا نتكفو منتهى الامانة ويمكن على الصعيد القريب كمان انسان خلوق جدا 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 وقد انك تشيل الامانة والمسؤولية دي ربنا يخليك فالبنا يجزل تلعونك بما لنا حضرتك بقى فتحت لنا مشوار مطروح عم عبد الرازق بيسلم على حضرتك جدا بيقول لي ما بسيبش ربع دقيقة بسيبش ربع دقيقة من البرنامج ربنا يبارك فيهم دايما وربنا يكرمنا بالنسبة للتأرير اللي فات دي وصلات مية الحمد لله دخلنا الفرح على الناس من مطروح على طول نيجي على الفيوم اللي احنا ما زلنا في البلد اللي احنا فيها دي محتاجين فيها لسه 150 وصلة مية 150 وصلة مية عشان ندخل مية عشان الناس تقعد وترتاح عاوزين ليهم 150 سقف يبقى 150 سقف و150 وصلة مية عشان نكمل في المنطقة دي ونطلع منها ان شاء الله ما نحتاجش ان احنا نروحها مرة تانية حد بيقولك انا يعني عشت عمر كل والد والدتي بيعملوا صدقة ولكن انا بعملهاش وبقيت اقوله وانا لي ما يعملش زي بابا وماما او والدي والدتي كانوا دايما معتدين الصدقة هو لي ما ورس دا منهم والله الولاد ربنا اهديهم يا ستة الاستاذة لكن الولاد اللي من دول حاجة حاجة صعبة سنتين كده والدنيا دايما بيحسبوها بقى البتاع بكام والمش عارف بقى بايه والجنيه بتاع ايه والاسعار ايه والبتاع مش عارف كزا يعني لكن الحمد لله رب العالمين مدام الاب مدام الاب ايده في بقى الولد دا وبيأكله حلال هيورس دا دلوقتي او كمان شوية اه يعني جايله 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 وكان ابوهما صالحا فالاب مدام بيشغال بس انا بقول للاب خلي الولد دايما تحت ايدك وانت بتصدق صحا واعرفوا انت بتعمل ايه ولو جيه يكلمك قول له اقرى صورة الكهف الناس الولاد الشباب اللي هم قالوا ابونا مش لازم يبوز التركة بتاعتنا عمال يتصدق 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 دا مشكلة 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 المشاكل دا ربنا سبحانه وتعالى حرق الجنينة اللي هم كان امالهم انها تغنيهم فاصبحت كالصريم ما عديدش جنة لان هم لاموا على ابوهم ان هو كان بيتصدق صاحب الصدقة لا يقع وان وقع وجد متكأ يتكئ عليه الصدقة تذهب غضب الرب الصدقة تكشف الكروب وتشفى الامراض وتيسر الامور الصدقة يستظل المتصدق بظلها يوم القيامة وفي ظل عرش الرحمن يستظل بظل عرش الرحمن ويمر على الصراط كريح ويشرب من حوض النبي شربة هنيئة لا يضمأ بعدها ابدا طيب هكلم حضرتك في حد كان طول الوقت في بيته وسلام بسم الله ما شاء الله مجوز ولاده كلهم معهم في البيت معه في البيت البنات اللي هو العائلات اللي مناسبها بيحبوا حماتهم والولاد والبنات اخوات يعني اخوات دول والجواز دول والتفاهم طبعا فجأة كده موقف حصل فتنة جت موضوع كبر ما تلمش تاني ده بقى يبصل ده ده بقى يقولش معنا على ده ده بقى مش عاجب حل ده ده بقى بيتنمر على ولاد ده او مراد ده وبدأ يبقى فيه اخطاء يعني هنا بقى الصدور بتتملي صحيح قال لك انا اتحسدت انا حالي تبدل انا اتحسدت انا ما كنتش كده انا عمر مرات ابني ما كانت كده انا عمر مجوز بنتي ما كان كده انا ولادي كنت عايش الحمد لله ما حدش بيسمع لينا صوت هو الحسد هنا حقيقة ام خيال والله يا استاذ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحسد وحذر من العين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ثم الاعين وقال صلى الله عليه وسلم العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين العين اخازة العين اخازة طب انا عشان اعمل كده الحسد موجود ومن شر حسد اذا حسد طب انا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكفيني ويكفي شر بيتي وولادي شر العين والحسد اذا خرجت من بيتي اقول بسم الله توكلته على الله سبنا بقى من البخور والجريع الدجالين والنصابين لانه او ما بيخشوش الله بالخراب لا يرهد لله الدجالين دول ما بيخشوش الله بالخراب اول ما هيخش عند حضرتك هيقولك استني ده سحر وسحر سود وسحر ربيض وسحر كلام فرق ومجديل وتحت الكوشنز تجيب الايه العمل يعني كلام كده مش مالوش علاقة بالحقيقة لكن الحسد الحسد موجود طب استعيز منه ان انا اول ما اطلع من بيت اقول بسم الله توكلته على الله وانا داخل بيت اقول بسم الله الرحمن الرحيم وخبت عجرة واقول للناس اللي جوه البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو انا طب انا امرأتي سعيبها الصف طب ومالو انه ربنا قال سلموا على انفسكم الله تعالوا ناخد تقريبنا الجيه ونرجع نكمل دقيقة وما تكون ابقوا معنا ربنا تبارك وتعالى قال لنا في كتابه الكريم لان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه يعني احسن حاجة انا بحبها لنفسي ابدأ انفق فيها على عباد ربنا تبارك وتعالى وابدأ اطلحها لربنا تبارك وتعالى عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب عبدهم في يوم النحر اقربه من اراقة الدم عند الله تبارك وتعالى الدم اللي هو الاضحية اللي هو اعظم شعائر ربنا تبارك وتعالى عشان كده ربنا يقول لنا في القرآن ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ده في سورة ايه؟ في سورة الحج هنا وهنا وفقط تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك مالا ولم يضحي فليعتزل مسجدنا وفليعتزلنا او في بنص الحديث فلا يقربن مصلانا من هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الاغنياء ينادي كل من يملك احنا النهاردة عايزين نسارع في موسم الطاعة في موسم النفحات والبركات حاجة مش بتكرر في السنة الا مرة واحدة بس وهي الاضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل انها سنة مؤكدة ناس كتير جدا بتغفل عن هذه السنة وبتنساها في هذا الوقت من العام وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنها صلى الله عليه وسلم سنة ابيكم ابراهيم لكم بها بكل شعرة حسنة كل شعرة من اضحيتك لك بها حسنة طب تعرف تعد الشعر اللي موجود في الاضحية قالوا يا رسول الله فالصوف قال والصوف يعني كل شعرة من شعر الخروف او شعر الاضحية تكون لك بها حسنة مين اللي هيقول انا معاكم في اكبر سك اضحية في جمهورية مصر العربية منتظرين دعمكم منتظرين صداقتكم عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ايام الاضحية ايام بركة ونور على الفقراء والمحتاجين كمان بركة ونور على حضرتك يلي هتضحي خلاص قربنا هينة في حد معتدي ضحي يعني لو معهوش تمن الدبيحة كلها تلاقي دخل مع حد كلم ده كلم ابن عم كلم اخ كلم خال ابن خال قال له خدوني معاكم انا جاي معاكم ولو معايا ربنا مدي ما يستخسرش يقول انا هضحي باذن الله وين طيب احد بيشوفنا وقال انا هضحي معاكم انا عايز ادخول في الدبيحة معاكم السهم عندكم كم وربنا سبحانه وتعالى قال لحضرت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فصلي لربك وانحر النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سنة الاضحية وعملها من السنن المؤكدة وقوم السيدة فاطمة بنت وقالها قومي واشهدي اضحيتك فان لك عند اول قطرة تنزل منها ان يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر الانسان المضحي لو خد سهم 9000 ونص عندنا سهم البلدي اللحم اللي ما بيترميش اللحم اللي ما بيترميش الناس لما بيتكلموا يقول احنا جالنا شوية دهن بالمتاع لا احنا بنقف على حاجتنا ومزارعنا العلف من عندنا وبنقف احنا عشان ندبح ونقطع ونكيز ونودي للناس الحاجة بتاعتهم ما كانتش احنا من اللي بناكل منها احنا ما بنوفقش عليها هدي اول حاجة بالنسبة اللي عندنا بالنسبة للشغل الحمد لله رب العالمين دي تربيتنا حاجات دي تربيتنا عندنا احنا واحنا بنوديها بعربياتنا الحاد المتصدق السهم فيه الاضحية بتسعة تلاف ونص الخروف البرقي اللي ما فيهوش حتة دهن بـ 12 ألف جنيه عظيم حد بيقول ان السنة الفاتت ما كانش معايا فلوس كتير وما ضحتش السنة دي نوته ضحي هو لو حد عده سنة وما ضحوش كان على صفر كانش معايا اللي يخليه ضحي كان عنده حالة وفاة كانت نفسه مقفولة تقول له ايه؟ هو مضحوش السنة اللي فاتت فاته وخيرهم كثير السنة دي مش عاوزك تفوتك الخير ده لانه انت مش عارف انت بتعمل ايه ده حاجة عظيمة حاجة انت هتأكل ناس انت متعرفهمش ايه التفاني و ايه الخير اللي انت بتعمله ده ايه النية الجميلة دي ايه الكرم اللي انت فيه ده ده انا يعني مش عاوز اقول لي حضرتك حد النهاردة ما اتصل بيا بيقول لي انا وزوجتي هاوزين نعمل اه خروف اقول له ده انا هجيبلك التلت بتعلم مش عاوز ايه بس انا في نسم كلمة واحدة هلا مش عاوز وما تقولش مين انا انا كله هيتوزع لله سبحانه وتعالى عندنا ناس ان شاء الله ناس محترمة اوي وناس كويسين والناس بتوعسنا اللي فاتت بنقولهم انتوا عندنا من رقم واحد للرقم الاخراني والناس الجداية هيخشوا معانا وان شاء الله الرقم يكبر وباذن الله رب العالمين الناس كلها تفرح معانا والناس كلها هيكلوا لحمة والناس كلها تبقى مبسوطة باذن الله وتخش علينا عيد الاضحية بخيره ببركته بنفحاته عشان ربنا سبحانه وتعالى هناك راحوا هناك راحوا هيحجوا وهناك راحوا هيضحوا وهيعملوا الاضحية بتاعتهم هناك واحنا هناك هنا بنشاركهم الشكل ده عشان كده انا دايما اقول لهم لبسوا السيابة البيضة اشارات الرضا وانا المتيم قد لبست سوادي ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وانا هنا ساكون مشاركا في الاضحية معاهم باذن الله في ايام الاضحية اللي هي ايام التشريق اول وتاني وتالت ايام العيد احنا بنلبح اول يوم العيد وبنوزع نص الحاجة وتاني يوم العيد بنوزع النص التاني ان شاء الله عليكم طيب تعالوا نشوف تقريبنا اللي ننجيه ونرجع عليكم مرة تاني ابقوا معنا قالوا ان اردت ان تبني اي امة من الامم حاول ان تبني الانسان اولا حاول ان تبني هذا الطفل هذا الطفل اللي بنيته سليما وانا كما فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اول ما زهب صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة بنا مسجده جامليني جامل جامليني جاملين انا محتاجين بير للجيمة ومحتاجين حق الولاد عشان يقروا قريب عشان ايش كتاب ومشان عوزين حماميت عوز حماميت وعوز اليسة وعوز السميكة وعوز جان يم وعوز جامل لكن احنا نريدو حاجة كبا يتقل في الجيمة يقرو ويصلي ويبسل جام حماميت محتاج اليسة حاجات كثيرة نحنا صباينا وبنينا بس وصباينا على الخط يعني رأي البوادي صباينا الخط عشان عندنا هيجة عوزين التليس عوزين بير وعوزين حماميت وعوزين موسيقى 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 هذا الأطفال الموجودة قدامك ده لا تبنى إلا في المساعد هيتعلموا مكارم الأخلاق هيتعلموا الصدق الصدق الحقيقي هيتعلموا إن الدنيا دي إلى زوال وإلى فناء فلما تكون الدنيا لزوال وفناء الإنسان يعمل لما بعد هذه الحياة الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت لإن الدنيا سنتهي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لك إذا كانت الدنيا سنتهي لأنها ما دامت لأحد لو دامت لأحد لدامت لسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم هذا المسجد الذي لا بد أن يكتمل بمجهود حضراتكم هذا المكان الذي نقف فيه هو المفترض أن يكون فيه منبر تتلى عليه آيات الله عندما يجلس معهم المعلم ليعلمهم كلام الله سبحانه وتعالى اسمعوا وعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل ابنه للمعلم ليعلمه الكرآن إلا غفر الله للوالد وللولد وللمعلم من قبل أن ينطقها ما بالكم وأنتم شاركتم في هذا الخير أنا محتاجين برد الجيل ومحتاجين حاجة لأولاد وسلم يجرى وقرية وسلم يستطيعون وعجزين حمالية سعر السامي في المسجد كم؟ السامي في المسجد بخمس سلاف جنيه حضرتك وعندنا ناس برضو والله أجمل عليهم ربنا يبارك فيهم دايما لو خادوا المسجد زي دا هوت اللي احنا عرضناه دلوقتي المسجد طبعا عاوز غفاء وعاوز سراميك وعاوز إنارة وعاوز كارابع وعاوز سماكة وعاوز بير كمان حوالين المسجد ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا عملنا طبعا المسجد عشان مبلغ ما يكونش كبير عملنا السهم بخمس تلاف جنيه لكن لو حد عاوز يشيل بند كامل يشيل بند كامل يعني حد يقول انا هغفق الجامل نقوله نشوف المهندس هيقول الغفاء بكامل نقوله عليك الغفاء بكذا والسراميك بكذا وكل بند موجود طبعا معروف في المؤيسة بتاعة المساجد معروف بكامل بالزبط ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويوجه القبول للناس الدهمة لان هم عملوا المسجد دا وعملوا ودفعوا في كل حاجة ودلوقتي عجزوا وهينضفوه وهيصلوا فيه على ما هو يعني لا فيه كهرباء ولا فيه سباكة ولا فيه سراميكات ولا فيه النجارة ولا فيه دورة مية ولا فيه بير عاوزين كل الحاجات دي في الجامعة دا ليه دايما اما زكاة المساجد بتبقى رايحة للاموات قوي يعني بيبقى حظها الاكبر او نصيب الاكبر للاموات هل سقطنا ان المسجد اجره عظيم ام دا بيبقى نصيب ومكتوب هو من خير الناس اللي هم اتوفوا ومن خير اللي هم موجودين لما الواحد يوجه بيجي يسأل انا عاوز اعمل لابوية احسن حاجة عاوز اعمل لابوية احسن حاجة انا بوجهه الحاجتين الاول لكلام سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الصدقة قال الماء جاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله امي ماتت اعمل لها صدقة قال له تفضل اعمل لها ايه قال له اعمل لها بير مية اقول له انت قدامك خير العمل وخير عمل خير العمل انك تعمل مية وخير عمل ان تساهم في بيت من بيوت الله بصداقة لقول الله سبحانه وتعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر اللي توفى لو ابنه عمل له سهم في مسجد عمل لولده والدته لكل واحد يوم سهم في مسجد جزائها دا ايه هم يحسوا بايه ما ربنا سبحانه وتعالى قال انما يعبره مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر اكيد 1000% معروف ان المساجد هتبقى سفينة نجاة لللي ساهم فيها طب واحد عمل لأبوه والامه ساهم في مسجد هو دا هيبقى سفينة نجاة ليوم ايه هيبقى سفينة نجاة ليوم صدق اجاريا ليوم ايه صدق اجاريا هيوصل لهم اجرها هيوصل لهم اجرها والمتصدق نفسه هيشوف الميت وفرحه بالصدقة دي النهاردة محتاجين عندنا سبع مساجد ما بين سقف وما بين تجهيز وما بين استكمال عندنا سبع مساجد في مطروح كلهم محتاجين النهاردة قبل بكرة نشتغل عليهم بإذن الله رب العالمين كمان محتاجين أربعين بير في مطروح محتاجين ميت بير في المينيا وفي بنسويف محتاجين مية وخمسين وصلة مية ومحتاجين مية وخمسين سقف عندنا محطة من المحطتين كملوا فاض المحطة بمية وتسعين ألف جنيه السهم فيها بعشر تلاف جنيه نورتيني وشرفتيني مولانا شيخ خبر عاوزانسة الستة فاطمة اللي جات وبتقول لي سلملي على الأستاذ عشان أنا قلت لها والله هادل لك سلامك ساعدني يا سيد عبد الشافي بقى ساعدني يا ستة فاطمة أسعدتيني وسلامك أسعد أحد دي لحد مدينة الإنتاج وقابلني برة وقالتلي سلمني على الأستاذ ورتلها والله هتسلم عليك ساعدني ساعدني محبتكو دي غالي على قلبي جدا 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 ويشهد الله اللي أحنا بنبقى واخدينها مش راحنا الاعتبار هي الأساس اللي بنا علي برنامج ده نورتيني يا شيخ خبرين شكر جدا اللي حضرتك ودايما في الخير اللهم أمين بكيد هكون وصلت نهاية حلقتي النهاردة معرفش الحلقة الجاه روح فين ولا هقابل مين بس الأكيد هروح لنا شبهنا بيدور في وقع بيدور حواليهم استنوني كل يوم حد واثنين واربع على صدر البلد تو كانت معكم نهال طايل فامن الله اشتركوا في القناة